تقدم العمر في الوش الفات بيحصل له تآكل الهيكل الخارجي اللي هو عبارة عن جلده فيبتدي هو يطبع على الوضع الجديدة فبيحصل الساجن أو التراهل اللي بيحصل فيه الخليج مع أن احنا ممكن نكون سبقناهم بس هم سبقوا دا دلوقتي فيه التكنولوجي الموضوع فكري بس ممكن تلاقصت مستوى الاقتصادي كويس وكل حاجة لكن مهملة في نفسها في حاجات احنا عندنا في الطب مكتوبة في الكتاب تنفيذها دا مسئولية الطبيب الأستاذ الدكتور عمر النجاري أستاذ جراحات التجميل بكلية الطب عضو الجامعية المصرية لجراحات التجميل عضو الجامعية الأوروبية لجراحات التجميل الحاصل على شهادة المدربة المعتمد من شركة أبتوس للخيوط من ضمن عشرين جراح على مستوى العالم والأوحد في الشرق الأوسط أهلا بكم عمليات التجميل يا جماعة عملية ترفيهية يعني غير عمليات البناء والإصلاح مثلاً اللي قدر الله حدثة أو الحاجة عثرت عملت قطع في الصباح دي عمليات إميرجنس عمليات طوارئ لكن عملية التجميل عملية مثلاً بنت محتاجة تعمل شفط دهون بنت محتاجة تعمل تكبير سادي أو تصغير سادي راجل عنده دفوف مناخير وجامد قوي فعايز يعمل عمليات تجميل أنف دي عملية أنت اللي بتختار وقتها دكتور وإنت اللي بتحدده الزمن بتاع العملية بالزبط بتاع بتختار دكتورك بتققى عملية قدامك وقت زي ما أنت عايز عايز تعملها النهاردة عايز تعملها بكرة عايز تعملها بعد وبرحتها خالص مش امرجنسي مش طوارئ يعني عملية لازم تكون أنت فاهم كويس جداً أبعادها لأنها زي ما أنت عملية في أفضل الظروف أجمل الظروف عملية في أجمل الظروف فيهاش مشكلة خالفة زي ما إحنا عندنا في الإعلام حاجة لطيفة جداً لإسباب التسجيل ما يقول لك إنه إحنا نسجل يا جميل ده أجمل حاجة في الإعلام الهواء ده خطر جداً جداً الهواء أنت ممكن تطلع تتشرق في الهواء فعفش تكمل وإنت بتتكلم في الهواء يتقطع لك أي حاجة الميكروفون يتقطع ما حدش يسمع صوتك لكن التسجيل جميل التجميل كده عملية تجميل كده عملية برحتك خالص تعمل فيها كل حاجة عشان كده نسبة الخطأ أو الخطأ في عمليات التجميل خطأ بين قصين مزعج مخيف مزري خطأ مزري غير مقبول مزري يعني يكسف غير مقبول على جراح التجميل لأنه يخطأ لأنك أنت كل ظروف حلوة النهاردة هنحطه قدام ضيف العزيز هذه القضية بما أنه كل ظروف حلوة إيه بقى إيه ليس عاد بنسمع عن أخطاء ليه ليه ناس بتتسهور وبعدين تتعور إيه ضيف العزيز سيدة دكتور عمر النجري أهلا بيكي دكتور عمر أهلا دكتور عيمن إيه بقى والله الموضوع بتاعك ده فعلا هو موضوع خطير جدا إنه هو جراحات التجميل فعلا زي ما حديك بتقول غير مقبول فيها الخطأ لا من المريض ولا من الرلاتف أو أهل المريض عشان هو بيتوقع إن دي عملية طرفهية عملية بسيطة آآ مش متخال إنه عملية يعني دايما الست أو الراجل اللي بيقدم على إجراء جراحي للتجميل بيبقى متخال إنه هو رايح يعمل حاجة لايت حاجة خفيفة مش متخال حجمها مش متخال أبعادها وهي دي مكمن الخطورة إنه هو بيبقى فريسة لكل من هو غير متخصص إنه هو بيبتدي يحل البضعف إنه بيحلل وبيسهل الموضوع عليه فبيكون هو مش ملم بأبعاد الموضوع مش مذكره مش فاهمه فبيبتدي يصدق أي حاجة تتقاله عشان هي ديلي على هواه يعني هي نفسها تبقى جسمها حلو هو نبقى نفسه جسمه رياضي نفسه يبقى عنده فيه مشكلة نفسها يمقى صار عليه فبيبقى أي ساوند أو أي صوت يديله الإحساس بالأمان أو بالتبسيط فبيبقى مرحب بيه جداً وهي دي خطورة التجميل هابدأ بكذا السؤال وفي كل حتى في كل منطقة في اللي أنا عايز نسأل فيه عايز أمثلة يعني أنا هبدأ الأول ما هو السن المناسب لإجراء عمليات التجميل سؤال عام تمام عايز نخصصه 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 بص هو إحنا هنقسم جراحات التجميل لجراحات الستاتيك مادسن أو جراحات التجميل وجراحات الريكونستركشن أو التكميل فيه سكتور في الطب أو في كتب جراحة التجميل أو كتب التجميل إنه هو العيوب الخلقية أو الكونجانات الأنومليز أو مالفورميشن سيبتح نتيجة تكوين الجنين فيه مثلا أطفال بيتولدوا بعيوب خلقية زي الشفة أرنبية زي سوري سقف الحلق المجؤوء في العزر الخفاشية الحاجات دي إحنا لازم نعمله في توقيت معين ما ينفعش تأخر عليه يعني سي مثلا لو في الطفل عنده شقق سقف الحلق شقق سقف الحلق ده من الحقيقات اللي لازم تعمل في سنة مبكرة جدا لو تأخر بعد سنة معين حيفزل عنده طول عمره أخنف عنده نزل تون حتى لو تصلح بطريقة علمية صحيح الأوذن والخفاشية الأوذن والخفاشية دي لازم في مكتوب كده في كتب التجميل لازم تعمل قبل دخول المدرسة ليه بقى؟ لأن الطفل وانس ان هو بقى اكسبوز لزمايل وطلبة ومدرسين والطريقة وعليه هبتدي يتحول الموضوع لسايكك تروما عنده حتى لو تصلحت هتبقى موجودة فيه فهنا اختيار السن المناسب فيه الجراحات دي دي مسؤولية الطبيب المتخصص دي جي مثلا زي عملية مشهورة جدا زي عملية تجميل الأنف دي مثلا أوذن والخفاشية دي لازم بريس كول ايه؟ لازم قبل ما يتعرض لمدرس ويشده من ودانه وطلبة ويزداريقة وعليه وتفهم ازاي هتبتدي الموضوع بقى سايكلوجيك وعملية سهلة عملية بسيطة جدا وبتتعامل تحت تأثير مخدر موضعي من الحاجات الخطيرة جدا اللي لازم لازم بتاخدوا بقى لها مثلا بتيجي بنت مثلا عندها خمستاشر سنة اربعتاشر سنة ابتدى تحس ان ما اخيرها شكلها وحش ابتدى تروح تشتكيل أهلها ان احنا لازم نعمل عملية العملية دي ماينفعش تتعمل يعني تجميل الانفع متى ماينفعش تعمل قبل سنة 18 سنة لان تغير في شكله حجم الغضاريق بتاع الانف بتغير لحد هزا السنة لو انا جيت مثلا ويه عندها خمستاشر سنة تدخلت جراحيا الشكل ده هيبقى غير مرضي او النتيجة غير مرضية لان هيحصل تغيرات في شكل الانف بعد العملية هيسبب مشكلة اكبر فهنا لازم يعني دي امانة الطبيب يتيجي البنت البنت جايبة ما متها لازم تعمل لي العملية لو انا وفقت يبقى ده خطأ هنا انا ما عملتش البروتوكول الطبي صح ما اخترتش الوقت المناسب ما اخترتش السن المناسب ان انا ابتددي اشتغل وهنا بتحصل مشاكل التجميل ويسع لكده بقى كل حاجة تيجي مثلا عيانة عايزة تعمل شفت دهون العيانة ابسط حاجة لازم اشوفها عندها عانمية ولا لأ يعيانة هم انجلوبينها تمانية او انجلوبينها تسعة ليه ادخل عمل لها عملية الكتف عملية ترفيهية عملية مفهاش امرجنس مفهاش حاجة سريعة طب بنتعالج الانمية الاول عشان لما نطلع من العملية ما يبقاش عندنا معاناة ونضطر ان نقل دم ونسمع عن الوفيات اللي بتحصل نتيجة الاخطاء الطبية اللي موجودة في جراحات التجميل واحنا بنقول انها جراحات بسيطة هنا ما نلومش الطب بقى احنا نلوم الفكر ونلوم التطبيق الغير سليم للمهنة كيفية اضع امام المشاهد العربي اسس علمية عشان يبني عليها هذه الاسس العلمية با هو فاهم احتياجه والعكس برضو ما في وعد يبع عنده المشكلة هو مش دارين بيها هنلفت نظره للمشكلة عنده مناخيره بقى وحش لو انا كواحد من الناس كانا كدكتور بشوف ناس بقى عايز اقول لهم يا جم انت لو انت لو عملت مناخيرك وزبطيها هتبقى تحفة التحفة بابا متردد في الحكاية مثلا بص انا هقول لحضراتك حاجة هي دايما مشاكل الطب التجميلية او الستادك مادسون بتبقى حاجة نفسية اساتزيتنا علمونا جوا مصر وبرى مصر لما اشتغلنا وشوفنا بينا اكسبوز للمدارس الطبية المختلفة نيفور دايريكت العيان يعني انت بلاش تايريكت فكر العيان وعين العيان لحاجة هوا مش شايفة يعني دايما الموضوع حتى في ادق التفاصيل يعني اني مسلا ساعات بيجي لنا حالات بتبقى عندها مشكلة في الانف المشكلة دي مركبة يعني فيها جزء في مقدمة الانف فيها جزء في اعواج في الحاجز الانف فيها جزء في العض فبتلاقي العيان عايز حاجة معينة بس هنا انت بتبقى قاعد مش عارف تعملي هلا هتقول له ماينفعش هتقول له هينفع فنبتدي من حقه ان هو يفهم وانس ان هو فهم حيبتدي هو يراجع نفسه لكن لما يبقى الموضوع هو جاي يعمل خدود مثلا عشان يداري مناخير كبيرة هنا انا لازم اقفله بقى يعني دايما فيه بنات كتير قوي بتقول له دكتور انا عايز عندي مشكلة في مناخيري بس انا فكرت هي فكرت ان هي لو حعلت خدودها مثلا مناخيرها هتصغر الكلام ده طبعا غير منطقي بالمرة هو ممكن يدينا حاجة مؤقتة لكن مش حلل المشكلة اختيار العملية زي ما حضرتك قلت دي حاجة بنبع من دراسة يعني كل طب التجميل يا دكتور ايمان ده علم انت مع حداك عارف الكلام ده كل العلم يعني لو نجينا اتكلم على الانف الانف دي الكتاب الانف كده بيقول ان فيه كذا ديفورمتي او واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة من الحاجات اللي ممكن تحصل في الانف الحاجات دي تصلح كذا ده كذا وده كذا طيب هل احنا بنبتدي نعمل ستاندرد للكلام ده يعني ايه نعمل ستاندرد هل احنا كل عيان بدأتعامل معها زي التاني انا شايف ان الكلام ده مش مظبوط لان انا عشان اطفي صفة الجمال او التغيير الشكلي لازم احافظ على الناتشرالوك يعني ايه الناتشرالوك يعني انا ما ببقاش مصطنع يعني دايما فيه ناس كتير او احنا لما منشوف مناخيرها بنعرف ان عاملها حتى لو حلوة لان هي شكلها مصطنع بقت كل المناخيرات شبه بعض يعني خلاص بقت استنبى الجراح ده ليه طريقة معينة بيمارسها بطريقة معينة باسلوب معين بيتعامل معها مع كل انواع البشرة والجلد والغضريف والعظم فبتلاقي كل المناخير لدرجة ان احنا فيه ناس بين الناس الجراحين على مستوى العالم احنا بنشوف العينة بنقول دي عاملها عند فلان لان هو ثبت الستاندرد دا انا اعتقد ان دي حاجة مش مظبوطة حتى لو كانت مرضية لبعض الناس اختيار نوع العملية اختيار شكل العملية اختيار ان انا حعمل العملية اصلا ان انا لأ يعني فيه ناس مثلا بتيجي تقولك دكتور انا عايزة اكبر سدري انا بقول لها انا مش هينفع احكم على الموضوع ده الا اللي ما شوف سياتي كان عندي ابعاد عندي مقاسات بعملها محيط الصدر التواجد او الليفل بتاع التواجد النابل والهالة والحلمة الحاجات دي كلها احنا بنقسها العضلات موجودة بشكل منتظم ولا لأ التكوين الغدة هل فيه مشكلة هل فيه هرنياشن هل فيه تيوبراسبريس الحاجات دي احنا بنقيمها والله لا يا فندم انا شايف ان انت كويس طب انت ما تعملها ليش لساعتها انا ما عملهاش لحضرتك ليه لان انا بامانة بعرف ان انا عشان اعرضك لمخاطرة مخاطرة العملية مش عشان هي خطيرة مخاطرة العملية ان انت حتخشي قدة عمليات حتغديبينجا حيبقى فيه مشرط في جسمك هيبقى فيه بروسيس او امبلانت تحط في جسمك كل ده مخاطرة حتى لو بسيطة لو مش ملهاش قصص علمية هيبتدي هنا يحصل المشاكل هيبتدي هنا يحصل حتى لو بعد عشر سنين هتحتاجي تدخل تاني عشان نشيل ده او نحط غيره هنا يبقى انا ظلمتك الفكرة كلها انهي محتاجة نوع من انواع السبات النفسي او المعالجة النفسية عشان اقولها لا ده انت كويسة جدا انت كده بيرفكت انت كده بقيتي ستاندر انت كده لو انا ما قلتش كده عشان اي سبب تاني يبقى انا ظلطان انا هاجي على محطة مهمة اوي اسمها محطة الجرح دي بتاكد وقت طويل في المناقشة اوه وقت طويل جدا اه لانه مثلا فيه مثالين شهرين جدا لانواع الجروح او ثلاثة امثل انا عايز نتكلم عنهم بالتفصيل اولا في الوجه فين جرح فين جرح شد الوجه انت هتعمل لي الوقات شد وجه جراحي هتعمل لي الجرح فين مثلا يعني حاجة تانية في السدر فين مكان جرح السدر هنحاولين حلم اولا تحت السدر بالزبط وهيبان ولا مش هيبان ثم جرح شد البطن انا احنا عايزين نتكلم على الثلاث جروح طول طيب هو ربنا لو غيرهم كمان اوكي اه هقول له هذا كم لا كل بص كل حتة في جسمك ليها طريق الجرح اللي عشان يبقى تجميلي والدراع وقا ما نقول لحداك بص هو ربنا خالق خطوط غير مرئية بيعرفها الجراح او جراح التجميل المتخاصة الخطوط دي لو احنا حطينا الجروح فيها ما بيبانش حتى لو في الوجه يعني دايما لو حد مثلا عمل عملية في وشه او عمل عملية اضطر يبقى عنده حاجة كل ما الجرح في الوجه يبقى عرضي ما بيبانش كل ما هو يبقى قطولي بيبان عشان اجعمل عملية مثلا زي اه 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 احنا زي بنشد الوجه احنا بنشد الوجه عن طريق ان احنا بنبتدي نفرد الجلد ده مش بس نفرده لا احنا بكمان بنشد العضلة او الاسماس اللي انا هو بيحصلها اتنوائشن وحصل ساجن في العضلة عشان ما يبانش الجرح ارتخاء بنبتدي نعمل خط قدام الودن على الفكرة اه 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 كده بيلف من وره الودن ويكمل فيه عند الشعر من وره لما انا اجي بعمل كده وبتدي ارفع الجلد كله وسليكو لحد مناطق معينة انا تومك اللي احنا عارفانه عشان ما انا بقاش بنسبب خطورة على اعصاب الوجه وبعد كده بنبتدي نشدها الاول بنشد العضلة وبعد كده بنقفل الجروح حتى لو انا عارف مكان الجرح كويس انا لازم ابيعارف قصص يعني ايه اقفل جرح كويس ايه اللي بيبوض شكل الجرح دكتور ايمان يعني مثلا ممكن تلاقي جرحين زغيرين فيه مش فاهمين الكلام ده انا بعمل عملية مرة تطلع حلو مرة تطلع عشان عشان اعمل جرح كويس لازم العيان اولا يكون general health بتاعته كويس يعني مينفعش عيانة طلعهم من العملية مجلوبين وتمانية ويبقى جرحه كويس لان هو مش هيقدر جرحه يبقى كويس اهم حاجة في خط الجرح يبقى مفيش عليه تنشن يعني ايه مفيش عليه تنشن ربنا خالق عشد بالظبط كده لا متخيط نرتاح انت عارف انت لو جاكتتك دي دقيقة عليك وانت قاعد هتبتدي تمسع هتبتدي القياطة بتاعتها تفك هو ده اللي بيحصل لو فيه الجرح مشدود قوي او عليه تنشن قوي بيبتدي الجرح يفتح انت بتتحرك وانت بتتحرك هتلاقي الجرح ده بتدي يتنطف هتطلع الجرح عريض عشان امنع الكلام ده ربنا خالق في طبقات جسمنا طبقات قوية جدا من جوه هي دي اللي بنخليها تشيل التنشن يعني ايه اللي بنخليها تشيل التنشن قدت طبقاتها هي الطبقة دي هي دي الطبقة اللي نهتم من احنا الخاطها كويس قوي ونقربها بحيس ان خلي الجلد اصلا هو مش محتاج يتخيل هو خلاص هو الكد بقى مبقاش عليه تنشن فبقى مريح حيلم كويس جد وانتس نعيان حالته الصحية هو مجلوبينه كويس قويته القلب ومن البروتينز في جسمه كويسة مبقاش عنده انيميا مبقاش عنده كشيكسي مبقاش عنده الحاجات اللي هي متخليه ما يقدرش يطلع من العملية كويس او الحركة بتاعته على حسب نوع العملية انا باسعة جدا لما مريضة تيجي تقول لي انا روحت الجراحة تجميلة مثلا بعد التورة عامل النجاري فعملني كأن مريضة باطنة طلب تحاليله ومش عارف ايه والكلام ده كله يعني انا عايز اعمل الجراحة فيه بنات تيجي تقول لي كده مريضات يعني بسط قوي هل الجراحة تجميلة اللي انا اصبح ملمة جدا او المفروض ان يكون ملمة جدا بالتحاليل الفقصات قبل العملية طبعا اهه يعني انا عايز اقول لحضرتك هي هي بتبقى اه شعرة ما بين النجاح والفشل فيه التجميل شعرة على فكرة شعرة دي ان انت تطبق العلمي صحة تطبق الطب بالمزبوط ما يبقاش فيه اي احتمال للريزك حتى لو انت هتاخد الرزك بموافقة يعني ايه ساعات بتجيلك عيانة اهه عندها ظروف تخليها لازم تعمل عملية لازم دي هنا بتيجي بقى الضمير المهني والأسوص العلمية في اتخاذ القرار طب هل احنا مضطرين ولا لا هل نحضر نفسنا احصل احنا ممكن نحضر نفسنا بشكل سريع يعني احنا ممكن نحضر نفسنا براحتنا خالص لو احنا ما عندناش مشكلة في الوقت ممكن نحضر نفسنا بشكل سريع التحضير السريع ده ليه ليه طريق او ليه بروتوكول اللي عينيه ضايباتك مثلا سكرها بايزي يعني دايما العيني اقولها دكتور اني سكري مظبوط الناس معتقدة ان لو سكرها الصبحة ويهة بتيوسه مظبوطة بيهة لا بالعكس privacy عينين السكر بذات احنا بن bricksana الهموجلوبين سكره اوه الجلوبين السكري اليوم exchange معظم الناس اللي عندهم سكر مه بيهتموش بيه هو ده اساس نجاح العمليات الهموجلوبين السكري ده بيقى استشبعوا الانسجة بالسكر الانسجة دي هتلم كويسة ولا لا الجرح ده هيفتح ولا لا الحاجات دي مهمة جدا عشان مريض السكر ما انا مثلا انا ومش فاهم كده هقوله اعمل ليه السكر زي مفاطر ما احجبهم لي كويس ممكن تثبطه في اربع خمس ديان بس الهموجلوبين السكري ده بتثبط في ثلاث شهور انتعرف طبعا الكلام ده يبقى انا لازم ابو سطبونو العمليات دي ثلاث شهور مانمم مش ان انا لما تلاقي سكرها السكري مفاطر كويسة اخدخلها العمليات هي الحاجات دي اللي بتفرق في ريزل بتفرق في نتيجة بتفرق في قوت كام بتاع عمليات في الاخر عجبتك الكلمة دي مش شكرين ان انتو سبتوني لحاجة يعني شكرين انت قلت السكر اسم منها لا هي الفكرة كلها ان انا لازم اكون طبيب اه قبل ما اكون كراها قبل ما اكون كراها انت من نوعية او انت تفضل الشرح التفصيلي للمريض الجراحة ولا سيبني هعمل لك كل حاجة ولاكش انت دعوى يعمل مريض ولا فيه كده وفيه كده لا انا هقول لها حديك براحة انا صراحة بحب اشرح كل حاجة بس هي العينين في مصر او في الماديل الاست عاماتا هم شايفين ان الموضوع ده يا دكتور انت بتخوفني من العملية انا عايز اقول لها حديك حاجة انا بعد ما رجعت انا كنت عاد سافرت شوية كده انا صغير وكده رجعت فابتديت اطبق كل حاجة شفتها برا حديك العينا اللي بتروح تحقن بوتوكس تحقن بوتوكس او توكسن بتمضي على كونسنت ولو ما مضيتش عليه متحقنش لو انا جيت قلت المريضة دلوقتي جاية تحقن بوتوكس ان انا ممكن وانا بحقنك البوتوكس يحصل مثلا الجيف نيوة مش هتحقن مش عشان هي فاهمة ان ده حاجة طبيعية لا هي خايفة مني حس ان انا لما بقولها كده يبقى انا مش كفء مثلا او انا مش هعرف احقنها او انا حضرها او انا جايب لها حاجة اي كلام الثقافة دي مش عندنا بس هي الفكرة في ايه ان انا لازم اعيش المريض في الفيلم اللي احنا داخلين ده ده فيلم فيلم ده ليه ابعاد وليه تحضيرات وليه تعب وليه مشاكله يعني دايما احنا في التجميلة احنا المريض بيجي لنا مش مريض احنا بنحوله لمريض فعشان نحوله مريض ونخليه اخد دوة احنا لازم ايه هو يبقى فاهم ابعاد الموضوع يعني دايما السادزة نعلمونا ايه انت يعني انا مثلا قبل ما اشتغل حالة معينة في الخيوط مثلا الخيوط احنا بنشتغلها بنجة موضعية في العادة انا وانا بحقن البنج بعد بحقن البنج العينة ممكن تحس ان بقاها في عوجة شوية في الكلام مش عارفة تتكلم جويس لو انا ما قلت لهاش ان ده هيحصل هتترعب هتترعب بعد ما خلص وحصلتلي فعلا مع واحدة مشهورة قوي بعد انا طبعا نسيت ان انا اقولها للأسف فبعد ما خلصت لقيت وهي بتتكلم مسكة المريضة دكتور انا بقى ايه معاوجة انا العصب بتعوشي باز انت عملت فيه يا بنتي مفيش حاجة ايه دي ايه دي مفيش فايدة فعشان تصدقني قعدتها معايا في العادة حوالي ساعة ساعة ونص بعد لغاية ما رحت اقسير البنجو وراجعت هي الفكرة كلها هي ممكن ما تبقاش مدرجة هي ممكن مطرقة سوري هي ما تبقاش ملمة هي لازم اقولها كل حاجة دلوقتي انا بيت قبل ما احقنها بقولها وانا بحقنك البنج هتحس بلسعة البنج بعد البنج هتحس ان اللسان اكتقيل او بق اكتقيل منمل شوية بعد يعني كل حاجة لازم اقولها لها انا عايز اقول لحضرتك ان انا ساعات بقول حاجات للعيان في عمليات معاينة بعد ما نعملها تلاقي العيان يحس بوجع في حتة تانية خلص من جسم ساعات عيانة بعد الشفت تلبس الكرسية تحس ان بيجي لك اللعنة تقول لك يا دكتور انا وش رجلي وارم انت شفيت لي بطني كل ده بيحصل نتيجة الكرسية يعني هي لما بنعمل كومبريشن على البطن بالكرسية فبيحصل ان الرجوع الدم بيقل نتيجة الكومبريشن فبيبتدي يحصل شوية ترتشح شوية التورب طبيعي خالص لو انا ما قلت لاش ان ده هيحصل دي مشكلة كبيرة بالنسبة فلازم تبقى اليها كل حاجة محتملة وغير محتملة حتى لو مش هتحصل انت لازم تبقى اليها عشان وانس ان هي بتدت تحصل هي صدقتك لو انت هتقول لها الموضوع ده بعد ما يحصل صعب انها تصدق هو ده اللي يفرق مكان عن مكان وهو ده اللي يفرق المحترفين من المدعين التجميل بقى فيه مدعين كتير لما هتدخل مكان ان مكانش تقابل دكتور تتأكد من انه دكتور تجميل فعلا مش اي حاجة تانية ويتكلمك فيه هذه النقاط كلها سنك نوع عمليتك اسلوب تدخله الجرح يبقى فين الالترناتف البدائل بعد العملية أثناء العملية ما يحدث مطلوب منك ايه بعد ما تعمل شدة او شفتة او تعامل مع اوزن او انفة او فيلر او بوتوكس ايه اللي هيحصل بالزبط المطلوب منك ايه في الحصات هعمل لك فحص شكله عامل ازاي تحليل عامل ازاي لو ده كله ما اتطلبش او ما اتعملش ببرينسبل صحيحة اعرف انت مكان غلط اعرف انت ايه اجري فيه حاجة غلط فعلا اجري اطلع اجري من المكان فيه كتير من المرضى بيتكسفوا يا جماعة بيتكسفوا يجربوا يعني يقعد في حتة ده في كل فرات طب يقعد يحس اني بحاجة غلط حواليه بتحصل حاجة غلط بتحصل الناس بتكلفت الناس بتكلموا بشكل يعني مفوش احترافية الناس اللي قاعد قدامه دي مش شكلها مش مقنعة هو قاعد قدام حد مش فاهم ده مين انا دخلت مكان مش عارف ده دكتور اللي قاعد قدامي ولا مش دكتور ولا خبير ولا ايه ويكسف يجري فيتورط يا باشا لا الطب يجري صحتك ودي ده جلدك وده جسمك وده شكلك ما اعنفعش فيه تهاول يا باشا ده احنا لما بدخل نشتري لبس من المحل وحاس ان المحل ده اشتغلق لو عب بطلع يجري هو انا بس نفسي كل الناس تبقى عارفة ان هي لازم تبقى عارفة انت بتعملك ايه طرق العلاج ايه الترنتف يعني الطبيب انت رايح له انت مش روح له عشان يعملك حاج الاول زيارة اللي اسمها الكونسلتشن او الاساسمنت دي دي حاجة بتجي ليه عشان اقولك ايه انت مشكلتك وطرق العلاج مش لازم اعملك حاجة على فك انت ممكن تخرجي من عندي تعمليه عندي حد تاني بس على الاقل انت فهمتي لو انت مش قادرة تعرفي مرضك او طرق علاجه او ابعاده او مضاعفاته يبقى انت لازم تحتاجي ان انت تروحي تخدير الكونسلتشن حاول تسألي اطراف كتير من ان انت عشان تقدري تعملي سيرفي عن المرض وترى العلاج والطبيب يعني حاولي فيه بره دكتور ايمان اكيد انا ابترك المضاع دابل كده فيه كتب للمرضى لاختيار الطبيب يعني وصلوا ان هم لا تعالوا بقى انت لو انت عايزة تشتغلي عايزة تعملي مسا عملية في السادي ده كتاب ازاي تختاري طبيبك في جراحة السادي عمتا ده كتاب ازاي تختاري طبيبك في جميع انواع وبرانشات الطيب هي بس ايه الموضوع ان هم ساعات فيه ناس بتاخد التجميل ده انه هو حاجة اللي غاية حاجة خفيفة يعني انها راحة للكفر فيه ناس بتتعامل مع التجميل ده بالتجربة ودي حاجة غلط او فيه حاجة ناس بتتعامل بالتجميل بالسمع او ان هي شافت واحدة صاحبتها شكرت في حاجة ماشي مش عايب ان انت تروحي ورا حد ريلاتف ليكي او حد ثقة ليكي بس برضو ده ما يمنعش ان انت لازم تقيم الموقف ده عقليتك انت مش بعقليت الاخرين اتنا نوضتنا واسعدتنا بهذا الحوار الاحترافي الشديد جدا النهاردة نوع مختلف من الحوار النهاردة فيه احنا تجولنا فيه خريطة الجراحات التجميل من ناحية من كونسبت مختلف ما قلناش مثلا تعالوا نتكلم عن جراحة الساد تعالوا نتكلم عن شافت الدون لا اتكلمنا من نقاط وبرامتر ومقاييس مهمة جدا اختيار السن اختيار نوعية الجراحة نوعية الجرح اختيار الاساليب اللي انا هدخل بيها اعمل هذه الجراحة ثم التحاليل والفحوصات اللازمة ودي لها اهمية قصوى انا مبسوط جدا بهذا الحوار ضيف العزيز القيمة العلماء الكبيرة دكتور عمر النجاري كان مبدعا كالعادة في الناس الحال الشبكية يا جماعة من اخطر واكتر الاماكن حساسية في العين الشبكية الحقيقة هي تقريبا اهم جزء وهو اكتر اجزاء العين حساسية لانها الجزء العصبي في التكوين العين يمكن الفيديو اللي بتعرف ده الموضوع تاني من الشبكية بس احنا برضو حابين نشير ليه اللي هو علاج القطوع اللي بتحصل في الشبكية دي بتؤدي لمرض هنتكلم عنه دلوقتي اسمه الانفصال الشبكة ما زلنا برضو بنقول ان الشبكية تخصص دقيق من تخصصات العيون طبعا لها قطاع من الدكاترة بتاعها هما اللي يقدروا يقدموا الخدمة فيها بشكل مميز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر